قدس أمس الخاص بالصمود والتنمية في القدس المحتلة مشاركة مصر على مستوى القيادة السياسية على مستوى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لها أهمية كبيرة ولها رمزية كبيرة الحقيقة لأن السيد الرئيس كما تتذكر دعا إلى قمة ثلاثية مع الرئيس الفلسطيني والجلالة الملك عبدالله الثاني ملك الأردن منذ أسابيع بسيطة ثم تأتي هذا المؤتمر الهام لدعم القدس في إطار جامعة الدول العربية وأن يحرص سيد الرئيس الجمهورية على المشاركة هذا في حد ذاته دليل كبير على موقف مصر الثابت تجاه قضية القدس يعني إذا حاولنا أن نجمل الموقف المصري أو أهم عناصر الموقف المصري تجاه القدس بيتأسس على فكرة أن هذه المدينة لها وضعية خاصة ولها وضع قانوني أكدته قرارات مجلس الأمن وقرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة فلابد من الحفاظ على الوضع القانوني والوضع الثقافي والتاريخي لهذه المدينة أيضا مصر تحرص دائما على التأكيد على دور الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في هذه المدينة ثم نؤكد مرة أخرى على أن مصر ترى دائما وتؤكد على أن قضية القدس بشكل عام هي قضية من قضايا أو أحد قضايا مفاوضات الوضع النهائي في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وبالتالي أي أعمال أحدية تستهدف إلى تغيير الوضعية القانونية لهذه المدينة هو نوع من الافتئات على الوضع النهائي ومفاوضات الوضع النهائي مرة أخرى أيضا مصر يتأسس موقفها والذي عبر عنه السيد الرئيس أمس على أهمية إزالة حالة الاحتقان الحالية التوقف عن الاعتداءات على الجانب الفلسطيني لأن حالة الاحتقان والأعمال الاستفزازية الأحادية ضد الفلسطينيين في مدينة القدس وفي غيرها من أراضي المحتلة بيؤثر بشكل كبير على فرص التهدئة التي تسعى مصر وتعمل مصر على ترسخها وبيؤثر أيضا على فرص العودة إلى المفاوضات النهائية وطبعا للأسف الشديد تزامن مع انعقاد مؤتمر دعم القدس إعلان الحكومة الإسرائيلية أمس أيضا عن محاولة شرعنة وإطفاء شرعية على عدد من البؤر الاستيطانية الجديدة في القدس والإعلان أيضا عن بناء وحدات استيطانية جديدة وكان من الطبيعي أن تخرج مصر بموقف قوي ومعلن تم التعبير عنه ببيان إدانة واضح وبأشد العبارات لهذه الإجراءات باعتبرها إجراءات غير قانونية بتخالف مقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ولكنها أيضا أعمال استفزازية بتزيد كما أشرت من حالة الاحتقان بشكل عام لدى الجانب الفلسطيني ومن هنا بيلي لا تتوقف مصر ولن تتوقف مصر أبدا عن الوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني الوقوف إلى جانب حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وأيضا عن العمل الدقوب إلى محاولة إقناع الجانبين وتشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى التهدئة بحيث يتم تمهيد الأجواء للعودة إلى المفاوضات واستئناف عملية السلام مصر جهدها الدبلوماسية لدعم القضية الفلسطينية لا تتوقف حتى وإن كان يبدو في بعض الأحيان على السطح أن هناك توقف في المفاوضات إلا أن العمل الدبلوماسي المصري دقوب في التحدث مع الشركاء على مستوى العالم مع الولايات المتحدة الأمريكية مع الاتحاد الأوروبي مع الأشقاء في الدول العربية حول مسألة تمهيد المسرح بشكل عام لتشجيع الأطراف للتفاوض يعني السيد سامح شكري استقبل منذ يومين مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملة السلام أيضا يلتقي مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي في محافل عديدة وأطر مختلفة لمحاولة التعامل مع الوضع في الأراضي الفلسطينية ومحاولة تهدئة الاحتقان الحالي ونتحدث أيضا مع الجانب الأمريكي في اتصالات دبلوماسية عديدة لمحاولة التهدئة ما أسفر عنه أيضا مؤتمر القدس أمس من قرارات مرتبطة بالشق القانوني دعم الجانب الفلسطيني قانونيا لتفعيل القرار الخاص بالجماعية العامة لأمم المتحدة الخاص بطلب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية فيما يتعلق بشرعية الاحتلال وآثار الاحتلال بالتأكيد مصر سيكون لها دعم سياسي وقانوني وسوف تشارك في اللجان التي تم الاتفاق على تشكيلها أيضا الدعم الاقتصادي للجانب الفلسطيني مصر بتطلع بدور سواء فيما يتعلق بغزة وجهود إعادة إعمار غزة وأيضا القرارات التي تناولت أمس الدعم الخاص بالمشروعات في القدس ومشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب الدعم السياسي الذي أكد عليه قرار جامعة الدول العربية الأمس فالذي أستطيع أن أؤكده من خلالك إلى كل المشاهدين هو أن الجهد المصري مستمر الجهد الدبلوماسي المصري مستمر الجهد على الأرض في محاولة احتضان الفصائل الفلسطينية وتشجيعها على المصالحة وأيضا جهود الخاصة بدعم السلطة الفلسطينية لتمكنها من الاطلاع بمهمها في الأراضي الفلسطينية كل هذا الجهد مستمر وسوف تستمر مصر في القيام به موسيقى